السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأصدقاء والأحبة والأخوة والأخوات في كل مكان بنحييكم جميعا بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتمنى لكم حياة هانئة سعيدة حيثما كنتم خاصة في الحصار اللي بتضربوا علينا الكورونا زي ما أنا بقول في كل محاضرة بقولها لكم الأسبوع الماضية إن احنا عندنا هنا ببركاته عن درجة حرق أقل من اتنين درجة مقوية تحت الصفر وعندنا حظر تجول تام إلا الازهاب للمساجد يوم الجمعة أو أي يوم آخر أو الازهاب للتسوق أما الزيارات المنزلية والحاجات اللي فقط يعني ممنوعة 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 والسفر من مدينة لمدينة ممنوع والسفر من مكان لمكان ممنوع اليوم بنتكلم احنا عن موضوع مختلف تماما على اللي احنا وكنا نتكلم عليه من زمان عن بناء المجتمعات ومحاربة الفساد وبناء مجتمع مدني وعدم الإحباط وعدم 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 كل هذه الأشياء اللي بنتكلم اليوم عن الموت وهي الموت جميل ولا مش جميل فأنا بشكر أولا الشباب اللي معايا بيساعدوني الأستاذ محمد يوسف والأستاذ علي الشوى في تحضير الإخراج الفني وبشكركم جميعا لحسن استماعكم لينا دائما المحاضرة اليوم ومش محاضرة يعني هي مجرد تذكرة ليا هي عن معاني جديدة الواحد شافها حينما كان يعزي أحد الشباب الذين ماتوا من أسبوعين تقريبا الشرايح الشرايح طبعا أنا بطلب من الشباب أنهم يخشوا على الزوم الرأب بتاع الزوم عشان فيه شرايح كتير جدا كلها صور وشرايح عشان يقروا ويشوفوا الصور اللي موجودة أيضا أنا بعرف الموت في الكلمة دي إنه هو حقيقة حقيقة كلنا سنراها وسنعيش خلال من خلالها وستأتينا كنا رؤساء أو ملوك أو سادة أو عبيد أو فقراء أو أغنياء أو لاجئين أو نازحين أو أمبراطوريين أو عظماء أو مفكرين أو علماء أو أو إلى آخر كلنا سنموت حتى الأنبياء والرسل اللي هم أغلى أو يعني أعظم وأطقى من خلق الله سبحانه وتعالى ومن صرفين الأخيار ماتوا حتى ملك الموت الذي يوذيق كل مخلوق من خلق الله سبحانه وتعالى الموت سيموت ويبقى الحي الذي لا يموت أبدا الظهر أبدا أبدا الله سبحانه وتعالى يبقى الموت الحقيقة علينا كلنا يعني لكي لا يتألة ولا يتغول ولا يتكبر ولا يتجبر علينا إنسان فالفقير والغني في قبر متر في مترين لن تذهب معه ماله أو جاهه أو سلطانه أو عزه أو كرمته فرعون مات وغلق وغلق والنمرود وإلى آخره وملك كثير شفناهم كانوا يجلون واصلون ورؤساء إلى آخره فالموت حقيقة شئنا أم أبينا كما قال له سبحانه وتعالى فأهد عمران 150 كل نفس ذائقة الموت وهنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا كل نفس مني نحنا نفس بشرية أو غير بشرية حتى تذوق الموت وكأن الموت ده لي مذاق وكأن الموت ده طبخة أنا تبخطان نفسي أو أنت تبخطان نفسك أو أنت تبخطيان نفسك ذائقة الدوق تذوق الموت كل نفس دائقة الموت ما طبخناه لأنفسنا في الدنيا سنتذوقه حينما نلقى الله سبحانه وتعالى ويأتينا ملك الموت ليقبض أرواحنا فله مذاق ومذاق موت كل فرد مننا يختلف عن مذاق الفرد الآخر كل نفس دائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة يوم القيامة حيدينا الأجر بتاعنا تام لن يظلم أحد لن يظلم أحد على الإطلاق فمن زحزح عن النار وقدخل الجنة نزحزح يعني الزق كده لليمين أو للشمال أو لفوق أو لتحت أو لقدام أو للخلف الأمام أو للخلف وقدخل الجنة فقد فاز ده الفوز العظيم ايه حتة الزحزحة البسيطة ده هم نتكلم عنها دي وما الحياة الدنيا إلا متاع الضرور يعني معناها إيه؟ يعني معناها الحياة اللي احنا عايشين فينا دي متاع زائل غير باقي متاع زائل غير باقي نغتر به وإحنا في الدنيا نغتر به وإحنا في الدنيا ده تعريف الموت اللي أنا بتكلم عنه طبعاً لو متاع بشوف الصور هتجدوني أن أنا بتكلم عن لان أحنا بشكيم راح مطلع لي الشريح لأسمحت الشريح ليه احنا بتحدث عن الموت اليوم معاكم بالرغم من انتوا عارفيني ان انا دايما بتكلم عن مجتمع مدني وعن اصلاحات وعن 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 اول حاجة دايما انا قلت قبل كده احنا محاصرين بما نسميه بيروس الكورونا وكل يوم بيروس الكورونا يبطلع عينا باعداد وارقام موت من الكورونا وصل عدل الموت اليوم تعدل لتنين مليون شخص في العالم كله وعدل المصابين يمكن وصل لأكتر من متين مليون شخص فالحصار الرهيب ده بيجعلنا نستشعر عزم الموت وان الموت سيأتينا شئنا ام ابينا دي نمرة واحد نمرة اتنين من اسباب ان انا عملت اللقاء اليوم معاك ان هو قصرت الموت المفاجئ يعني ايه الموت المفاجئ اللي احنا نسميه بالانجليزي هذا ما تحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فيه انه علامة من علامات الساعة الصغرى نجد شباب في سن الظهور وشابات في سن الظهور في العشرنات وفي التلاتينات يموتوا موت فجأة ما فيش مرض ما فيش حدثة ما فيش اي شيء حتى بعد لعيب كرة القدم شفناهم احنا على الهواء في التلفاز حتى بعد المزيعين في التلفزيونات الى اخير شفنا فيه حصلهم موت ومفاجئ لان الموت المفاجئ دلوقتي بدأ يظهر كظاهرة جديدة وده كما تنبأ بير مصطفى صلى الله عليه وسلم وقال ان هو علامة من علامات الساعة الصغرى من علامات الصغرى للساعة الأمر الثالث كثرت الحروب والنزاعات والنزوح واللجوء والكوارث الطبيعية اللي حصلت الأرواح الألاف ومئات الألاف والملايين من الأرواح تشوف الحروب اللي حصلها أو المصلاعات المصلحة اللي حصلها في سوريا والظلم اللي حصل على الشعب السوري والشعب اليمني وما يحدث للأقلية الروهنجية في ميامار وما يحدث للأقلية اليغورية في الصين وما يحدث لأهل غزة وما يحدث للأقلية المسلمة اللي موجودة في وسط أفريقيا وما يحدث للشعب الكونغو الديمقراطية من الجماعات المسلحة وما يحدث في شمال ناجيريا وفي الصومال وفي جنوب السودان وفي كل مكان من الصراعات المسلحة اللي هي بتحصد أرواح الناس والنزوح واللجوء والمعاناة اللي بيعاني منها هؤلاء الناس عشرات الملايين نحن نتكلم عنهم وقضية الشعب السوري تعتبر جريمة ضد الإنسانية وكذلك قضية الشعب اليغوري والروهنجي واليمني والكونغو الديمقراطية جرائم جرائم ضد الإنسانية كلها لا تفرق بين مسلم وغير مسلم حتى ما حدث على يد داعش ضد الأزيديين ضد الإنسانية نتكلم عنها بمنتهى الصراحة يعني لا يفرق المجرم اللي تعمل ضد الإنسانية هو الذي يقتل الإنسان لمجرد ختل الإنسان فلذلك ما حدث لكل هؤلاء تعتبر جرائم شنعاء ضد الإنسانية نقف أمامها وقفة شديدة وصارخة كسرة الأمراض والأوبئة ده السبب الرابع يعني القرونة بتحصرنا أكثر من سنة كان فيه قبل كده صارز وكان فيه قبل كده الحمى الخنازير والطيور وإلى آخر وقام فرنزا الطيور وإيبولا وكذا وكذا وده برضك من الأوبئة اللي هنتكلم عنها من علامات الساعة الصغرى التلوث البيئي اللي أساسه وأصله هو تعنت الدول العزمة تعنت الدول العزمة وعدم اشتراكها في مؤتمرات المناخ بل ضرب مخرجات مؤتمرات المناخ عرض الحق هذه الدول دولتين فقط وذكرناهم إحنا أكثر من مرة في أمامات المختلفة إنها الصين والولايات المتحدة الأمريكية يحدثوا في التلوث البيئي في إحداث ما لا يقل 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 على 45% من الامبعاث اللي هو الثاني أكسل الكربون التلوث البيئي والحراري ما لا يقل على المجاعات ده بيؤدي الفادانات وكوارث كثيرة جدا زي ما حنا نشوفها في غرب أفريقيا وشرب أفريقيا وفي السودان وفي أثيوب في باكستان وفي أفغانستان إلى آخر إلى آخر والأخير اللي هو موت الشاب الصغير الجميل باشكيم منذ حوالي أسبوعين أو ثلاث أسبوع رح مطلع عليه ورح مطلع له كل من مات من أبنائنا وإخواننا نرى في الصورة اللي احنا تشوفين هذه كلها باشكيم وزميله في البوسنة وفي ألبانيا وفي كوسبو منذ حوالي 15 سنة وهو أمامكم موجود إيه اللي خلاني أن أنا أعمل الهدف الأساسي مش بس الأسباب دي كلها اللي خلاني أتحمس لأن أنا أكلمكم عن الموت كشيء جميل طبعا هذا شيء غريب أن الناس تقول الناس بتخاف من الموت وواحد بيقول إن الموت ده شيء جميل هو كثرت ما قيله في الأخ أو الأستاذ باشكيم 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 من كل أصدقائه كانوا ناس من باكستان وكانوا ناس من كوسبو كانوا ناس من من ألبانيا وكانوا ناس من البوسنة ومن بريطانيا ومن أمريكا ومن كندا ومن أفريقيا دول أفريقية كثيرة جدا ينعوه هذا الشاب الجميل رح ما أطلع عليه اللي هو أب لطفل وأرملة إن شاء الله ربنا يعينهم وتعينوهم كلكم معنا كثرة حب هؤلاء الناس من الشاب الصغار هو اللي جعلني أن أنا أتحمس لأن أتحدث معكم عن هذا الشاب الجميل ليه؟ أنا كنت بقى خارن بك كنت أنا حضرت عزاء ووداع وداع لرئيس مؤسسة كبيرة جدا كان قبلها بأسبوع حضرها رئيس المؤسسة ورئيس مجلس الأمناء وناس كبار جدا وجدت الروح اللي موجودة في عزاء الشاب بشكيم أعلى بكثير 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 مما وجدته في اللقاء الآخر ليه؟ لأن حب لقاء حب ومودة ورحمة ومغفرة ورجاء من كل أصدقاء وكل أحباب وكل جملاء أخونا بشكيم فقعدت وأنا بحاول أعزي كتبت بعض الكلمات اللي هشترك فيها معاكم إن شاء الله فأنا قلت إن الموت الجميل ومنصد عائشة والصحابة كانوا ما فيش حد بيحب الموت لكن أنا رأيته من حب الناس وغيره إن أرى الصورة الأخرى للموت في حب الناس لكم جميعا إن شاء الله دي بعض الحشية اللي أنا كتبتها وأنا قاعد لو أنتم شافين الصورة هتلاقوا إن بشكيم جالس ومعاه شاب من زملائه الموت حياة أكيد الموت حياة ننتقل من مرحلة في حياتنا على ظهر المعمورة إلى مرحلة في حياتنا تحت المعمورة لما حمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك حياة جديدة نحياها ونتذوقها ونطمئن عليها أو نخشى من عواقبها والموت راحة راحة لمن قدموا لحياتهم الأزلية والموت سلام سلام في القلب وفي الفؤاد وفي الضمير لأننا قدمت قدمت لسلامي حينما ألقى الله سبحانه وتعالى وألقى ملك الموت والموت سكينة أيضا تسكن فيه الجوارح ليه لمن لمن التقى بربه وهو مطمئن وهي مطمئن لما قدمت وما قدمت لله سبحانه وتعالى والموت لقاء لقاء مع من مع من نحب أن نلتقي بهم إما لقاء مع من يريد في بعض الناس بتحب تقولك يا رب حشرني مع أصحابي مين صحابك ممكن يكون الناس صيعة لأخلاقة لهم ممكن يكون ناس يعني أدقياء الله محشرني في زمرة الصالحين مع محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه يعني على حسب ما الإنسان بيرغب الله محشرني مع رئيسي مين رئيسك ده مع مليكي مين مليكك ده هل هو ده من الأدقياء او ده من البرم الصلاحين إلى آخر فلقاء لقاء مع من هو لقاء مع الله سبحانه وتعالى ثم لقاء مع من تحب سعادة لأننا في الموت بدخل على المصدر الأزلي للسعادة وهو الله سبحانه وتعالى أدخل عليه وهو أسعد بدخولي إلى هذا المصدر الأزلي من السعادة وأخلود ما فيش تجوع مرة أخرى كل هذه الكلمات أتتني وأنا أسمع الكلام الجميل الذي قيلك بشكين خلود خلود لا موت لا موت لا موت بعد اليوم وهو نجاح يرى الإنسان نجاحه حينما يلقى ملك الموت يرى ليلة نقدم ذاكر اجتهد عانى ضحى ضحة ضحة بحياتها ضحة بأموالها ضحة بوقتها ضحة بعلمها من أجل أن تنجح في هذا الموقف وإحسان إن أحسننا لأنفسنا كيف نحسن لأنفسنا نحسن لأنفسنا حينما نحسن للآخرين فنحسن للحياة وأركان الحياة وللأحياء جميعا كانوا من المسلمين أم من غير المسلمين ونحسن للبشر ولغير البشر ونحسن البشر وغير البشر ونحسن المناخ ونحسن كل شيء جميل ربنا خلق الله سبحانه وتعالى وسخره إحسان إن أحسننا أحسن الله سيدنا بالقال وهو بيموت كانت مراته مراته رجلنا عنها بتحييت زوجي زوجي أي حد لا واحد غدا ألقى الأحبة محمد وصحبه حلقة هتقابل هقعد مع أصحابي مع أحبابي محمد وصحبه صلى الله عليه وسلم وقرب قرب لمن نحب لمن نحب لمن نحب زي زي الرجل الذي قادر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان بيفكي لأنه قال له أنا في الدنيا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون أنت في مكان وأنا في مكان آخر فقال له أتحب يحشر المرء مع من يحب مع من يحب مع من يحب وهو رضا رضا لما قدمنا رضا لما قدمنا لما قدمنا فنحصل على الرضا في حينما نتقي بملك الموت إن شاء الله وهو اختيار وفي الاختيار في قصتين في قصة للشيخ كشك رحمة الله عليه وكان دائما يدعو الله سبحانه وتعالى أن يلقى الله يوم جمعة ساجدا قعد غالبية أو باقي عمره الذي قضاه أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يلقاه تاجدا يوم الجمعة وفعلا اغتسل وتوقع وذهب ليصلي لقعتين السنة السجودية فاختار موتته ربنا أكرمه بإنه استجاب له وكذلك أنا سبب النظر أنا سبب النظر للصحابة الجليل لذي تشهد في غزوة أحد اللي ما أحضرش غزوة بدر وقال إيه والله لأن أشهدني الله عز وجل قتالا لريانا الله ما أصنع يعني هو وعد الله سبحانه وتعالى ووعد الرسول ووعد كل المسلمين وفعلا حينما أشيع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قتل قال للصحابة أنني أشم ريح الجنة من عند جبل أحد وستشهد في سبيل الله وهو الذي اختار موتته يبقى الموت اختيار 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 ووجد في جسده أكثر من ثمانين طعنة أو ضربة سيف رضي الله عنه وارضاه والموت حق ما فيش حد حيتأخر ثانية ثانية وما فيش حد من أننا حيهرب من الموت آتيك آتيك فلوسك جاهك سلطانك عزك منعتك علمك لن يمنعه الموت فهو حق وآتي آتينا وهو قيامة الإنسان هي القيامة مجرد ما دخلنا القبر وآتانا ملك الموت بعد أن تأتي ملك الموت أصبحت هذه هي قيامة كل واحد مننا فلينظر كل مننا ما قدم قبل أن تقوم قيامتك وذي قيامة الأولى قبل القيامة الأخرى اللي هي يوم القيامة الأعظم والموت جزاء نحصل عليه بعد ما قدمنا بأيدينا وألسنتنا وعيوننا وبصائرنا وضمائرنا احنا قدمنا اتفقدنا الجزاء أو لأخذ العقاب والموت عطاء إن أعطينا نعطى إن منحنا نمنح إن غفرنا يغفر لنا إن رحمنا ربنا يرحمنا وهكذا فهو عطاء عطاء من من؟ من المعطي سبحانه وتعالى لأننا قدمنا لأنفسنا بعطاء ورحمة ومغفرة وشكر الله سبحانه وتعالى دي سورة من اليمن وما أدراك أما اليمن اليوم في صنعة في فندق شورة زي من شايفينها معايا والشباب الجمال دول اللي بيشتغلوا هناك اللي فيه منهم دلوقتي ناس في أم المتحدة وناس هنا وناس هناك شباب جميل والموت حب حد بيحب الموت أيوة في ناس بترتقي في درجة الشفافية والوصال إلى أن ترقى لدرجة حب أن تموت لترى الله سبحانه وتعالى تكون في معي الله سبحانه وتعالى تكون في معي وصحبة المصطفى صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والرسل ومحبة هو حب ومحبة حب ومحبة حتى لمن نعيش معهم على ظهر هذه المعمورة يبقى حب لمن حولنا وحب للقاء الله سبحانه وتعالى والأنبياء والمرسلين والشهداء والصدقين وهو مودة شوف لما يكون عنده ود كده يعني رايح لمكان بيحبه في من يحبه وفي أصل المحبة وأصل الرضا وأصل المودة لدرجات أعلى من كلمة حب وهو عبير وفي كلمة عبير دي أتذكر حينما أعرج بالمصطفى صلى الله عليه وسلم مع سيدنا جبريل إلى الجنة اشتم ريح جميل قالوا ما هذه الريح يا جبريل قالها هو دي هذه الريح هو قبر تخرج من قبر ماشطة ابنة فرعون عبير جميل حتى لما تصعد أرواح المؤمنين من أمثلكم جميعا والمؤمنات بتصرقاها الملائكة وتستقبلها يستقبلها أهل الجنة براحة وريحية وحب ليه لأن ريح جميل جاي من هذه الأرواح ده ريح جميلة عبير شذا ليه لأن ماشطة ابنة آل فرعون حينما أخذت كان لها خمسة أو ستة من الأطفال وفرعون يعني حبي يكسر إيمانها فلما الطفل الأول في زيت مغلي لم تتحرك والتاني والتات والربع إلا أن وصل إلى طفل رضيع عشان يهتز الإيمان بتاعها فرعون ما هتز الإيمان بتاعها ما هتز الإيمان بتاعها فطلبت منه طلب فأفتقد أنها يعني إيه هترجع عن الإيمان برب موسى عليه السلام ويقتل حينما أموت حينما أموت أطلب منك أن تجمع عظامي مع عظام أبنائي في قبر واحد هذا هو ريح القبر الذي اجتمهه رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أسري به عرج به إلى الجنة إن شاء الله الحمد لله يبدأ عبير مجهد نجاهد أنفسنا في الدنيا ونجاهد الظلم في المجتمعات في الدنيا ونجاهد التجبر والكبر والصديقات والفساد في الدنيا فنفوز بدرجة المجاهدين في الآخرة إن شاء الله وهو صبر صبر من أذكركم بقصة طبعا في قصة من قصة مؤمن سورة ياسين وجاء من أقصر مدينة راجعون ياسعر قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون تبعوهم دون مؤمنين دون رسل عن ربنا سبحانه وتعالى قيادة خلال الجنة ربنا بقى تعرف حصل ايه في مؤمن سورة ياسين هذا قومه يقال إنهم مرفوه في أحد الروايات في زيت مغلي أو حرقوه أو أو إلى آخره يقال في رواية أخرى أنهم داسوا عليه بأرجلهم حتى خرجت أمعاؤه من فمه ومن دبره بغض النظر عن روايتين لما مات بقى وشاف النعيم نعيم الحق وبعد نعيم الصبر الذي استبره قال يا تقاموا يألمون بما غفر لربي وجعله من المكرمين وبعدين ربنا أكرم قومه بأنه ما عذبهمش لما كان بعذب الأقوام الأقريب ندخل جنة قال يا تقاموا يألمون بغفر رب وجعله من المكرمين وما أنزلنا على قومه بعدين من جندي من السماء وما كنا مزيد أكرمهم يعني حتى بعد ما مات المؤمن دعا لقومه فربنا سبحانه وتعالى لم يعذبهم لما فعلوا هذا الصبر صبر المتحدين اللي ماتوا في سوريا اللي بيموتوا كل يوم والتاني من الروهينجا اللي ماتوا في اليمن اللي ماتوا في الكونغو اللي ماتوا في جنوب السودان اللي ماتوا من الأزيديين في العراق اللي ماتوا من اليوغور في الصين اللي ماتوا في غزة اللي ماتوا في جنوب السودان اللي ماتوا اللي بيموتوا دلوقتي في تيجراي في أثيوبيا ينزحوا ويهجروا إلى آخرة اللي بيموت كل يوم النازحين ولقيمة التلج في أماكن اللي عايشين فيها السوريين في المخيمات اللي مفهاش خيم هؤلاء شهداء علينا احنا لكنهم عند الله سبحانه وتعالى في الفردوس الأعلى بإذن الله سبحانه وتعالى موت رغبة رغبة في ماذا؟ رغبة في لقاء من يحب الإنسان رغبة في الوجود مع من نحب وجاذبية تجذبك إلى ما تريد أن تكون معهم شوف إليك أنا منجذب للشخص ده شخص نوراني أو امرأة طيبة فيها شفافية عليا عالية جميلة فالجاذبية دي كلها اللي هي مسميها الجاذبية المغناطسية دي اللي بتجعل الإنسان يتمنى أن يكون مع هؤلاء الناس وألفة ألفة لأنك داخل مع أرقى وأطقى وأعظم من خلق الله سبحانه وتعالى إن كان العمل صالح بإذن الله سبحانه وتعالى ولموت الشباب أيضاً تذكر المرأة العجوز اللي جات لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له يعني أدخل الجنة قال لها لا يدخل الجنة الجنة عجوز فزعلت ست وكانت صادق صلى الله عليه وسلم لأنها لن تدخل الجنة وهي عجوز لكن تدخل الجنة كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في أحد الأحاديث ندخل الجنة يكون أعمارنا كأعمار سيدنا عيسى سيدنا عيسى نعم وجمال وجاهز وحسن سيدنا يوسف وجسد سيدنا آدم عليه السلام شباب كلكم هتكونوا شباب بإذن الله سبحانه وتعالى رجالاً ونساءً بل النساء والفتيات المؤمنات سيكون أجمل وأجمل 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 من حور العين سيضيء بهاء وجمال ونور وجههم الكون هذا ما علمناه عنك أيها الأخت الفاضلة خليتها البنت الفاضلة وهو جمال الموت جمال ونظارة كلما نظرنا إلى وجه الله الكريم وكلما طلع علينا وجه الله الكريم سبحانه وتعالى كلما ازدارت النظارة في وجهنا رجالاً ونساء وهو طاقة تتذكر الشهداء الذين توضع أروحهم في حواصل طير خضر يترون تحت سماء العرش حينما رأوا هناما رأوا النعيم وجزاء الشهادة بعثت فيهم طاقة مرة أخرى كيرجعوا إلى الدنيا مرة أخرى لكي يجاهدوا في سبيل الله سبحانه وتعالى وكي ينالوا درجة الشهادة مرة أخرى وأخرى وأخرى طاقة وهو رجاء رجاء للناس الذين عرفوا الله حقاً وقدموا لأنفسهم حقاً وقدموا لمجتمعاتهم وعانوا وصبروا واستبروا وأوذوا وعذبوا وسجنوا واعتقلوا وشردوا واغتصبوا كما يحدث وحدث في الكثير من الناس كثير من الناس كثير من الناس ونراهم اليوم بالآلاف وعشرات الآلاف السجون والمعتقلات والمخيمات ملايين ملايين موجودة من اللاجئين السوريين خارج سوريا ومن النزحين السوريين داخل سوريا ومن الفقراء والمحتاجين اليمنيين داخل اليمن وغيرهم وغيرهم في كل مكان نرى وهو رجاء لهؤلاء الناس اللي نقدمه قدمه لله ما لم يستطع أن يقدم لله إلا هم الأطفال اللي هم المجمدين السوريين أطفال ونساء ورجال المراكب التي كانت تعبر البحر الأبر المتوسط من أجل النجاة من أجل لكمة العيش كل هذا الظلم كل هذا الظلم هؤلاء الناس صابرين الله سبحانه وتعالى سيجعلهم شهود علينا الموت عبادة واستسلام استسلام لمن إذا استسلمنا لله سبحانه وتعالى وسلمنا به وأمنا به كان وجودنا بين يدي أمن وأمان وطمأنينة وسكينة الموت عزة تعافوا عزة ليه وكرامة عزة وكرامة لأن كل أعملنا هتعرض على رؤوس الأشهاد يوم القيامة فضيعنا كلها كنا بنعمل إيه بنقول إيه حتى نويانا هتطلع نويانا وأعملنا الخبيثة إذا احنا بدنا بنعملها فهي عزة لمن لمن كانت نياته سليمة وقلبه سليم وعمله سليم من إنا من الأخوات والإخوة إن شاء الله عزة وكرامة ونور نور لنا في القبر يؤنسنا لأن إنسان لما بيخدش القبر بإذن الله سبحانه وتعالى يفتح له شباكين أو نافذتين أحدهما هو مكانه من الجنة والآخر هو مكانه من جهنم ولعزب الله فإن كان من الفائزين أو كانت من الفائزات فسيغلق الشباك أو النافذة التي تطلع عليها على النار لأنها لن تدخل النار أبدا وستتمتع بمكانها في الجنة فيتسع القبر وينار القبر وتعيش في نعيم وتقول الأخت يا ربي عقل بالقيامة يا الله كذلك الإخوة هو سعة سعة في القبر وسعة في العطاء الرباني لله سبحانه وتعالى لنا كلنا وهو قوة وتواصل وشفافية ورؤية جميلة كل هذه الأشياء أنا استشعرتها لما كنت قاعد وانتوا شايفين أخونا باشكيم هؤلاء وكنتوا شايفين على على الزوم رابط الزوم فا استشعرتها مش جاتلي الأفكار دي كلها مجرد هي مجرد يعني جو جميل وبجو بهي وجوه في سعادة هل يسعد الإنسان بموت الإنسان الآخر إن كان من يحبه يشهدون على حسن عمله وكان في هذا اللقاء أكثر من 130 شخص شهدوا لهذا الشخص الجميل بحسن العمل وحسن الأداء والكرم والجود والإخلاص واللهم اجعله وأنتم إن شاء الله بعد عمر طبين في الفردوس الأعلى الأخلاء يوم إذن بعضهم من بعضنا عدو وإيه المتقن إحنا في الدنيا دي بنعمل إيه من أصحاب كتير أصحاب بيعلمونا الشيء اللي هو يعني غير كريم ونمشي معهم ونروح ونضيع الوقت ونضيع الوقت ونضيع الصلاة ونضيع 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 وأصحاب متقين فكل الأصدقاء دول اللي هما لم يكن صداقتهم أو صحبتهم لنا في الله هيكونوا أعداء لنا يوم القيامة أما المتقين هما دول هكونوا أخلاء المتقين الأخلاء ويومئذن بعضهم من بعضنا عدو إلا المتقين يعني الذي غوى والذي أضل والذي علمك أن تعمل فاحشة أو أو الأخر ده حيكون عدو وليك أو حيكون عدو وليك يولية يوم القيامة أما الصحاب التقوى والورع وصحاب الإيمان حيكونوا معك ومعك يدعون لك وتدعون له في كلمة أنا كتبتها أيضا في هذه الذكرة الجميلة في تعريفات الموت أيضا هو رسالة الأحياء المودة رسالة الأحياء وأنا حي لابد أن تكون لي رسالة لإصلاح المجتمع لإصلاح الناس لهداية الناس لمحاربة الفساد لمحاربة الطغاء كل هؤلاء لابد يكون عند الإنسان رسالة رسالة الحي الإنسان الحي لأنه بعد الموت ما عنديش رسالة عندي جزاء وعقاب وأنها رسالة الأحياء يبقى الموت هذا هو رسالة الأحياء رسالة لي أنا وأنتم كلكم ننقف خلف هذه المجتمعات التي تحدثت عنها من قبل هي مهمة الأطقياء من أمثلكم هي مهمة هي مهمة هي مهمة لكل تقي أن يدافع عن الحق ويرفع راية الحق وينصر المظلوم ويعيني المحتاج هي مهمة الأطقياء وهي رؤية السعداء وأنتم السعداء أسعدكم الله سبحانه وتعالى بالإيمان لابد أن يكون لكم رؤية لو تسعدوا بها الآخرين وهي راحة للأخلاق كما قلنا في الآية الكريمة من قبل الأخلاق بعضهم بعض نعدو إلا المتقين أجل أنا أؤكد بك هذه الآيات أن نحن نتعامل مع شيء حقيقي واقعي لابد كلنا أن نتذوقه وندخل فيه ولكل لأمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستخدم خلاص إذا جاء ملك الموت قد يالأمر قد يالأمر قد يالأمر وإنك ميت وإنهم ميتون ثم أنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون كلنا عموت إذن مولة الغفير حياف قدام الملك الظالم أو رئيس الظالم الفاسق الفاسق أو التاجر الجبان الذي يستخ مقدرات الشعوب هيجي قدامه الفقير اللي ترد من بيتي أو غد من بيتي أو غد من بيتها هتوقف ساعتها هاي الفقير ده التعبان اللي إنسان كان بيحتقره أو يحتقرها هيوقف قدام الملك ده ها اللي هو اللي هو اللي هو لو كانت الدنيا تعد الجناحة بعوضة ما 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 أعطى الله سبحانه وتعالى منها شربة ماء الكافر حيكون الرجل اللي كان عظيم في الدنيا ده يقول لا حقير بعمل السيء وهذا ما نراه اليوم ومن يسجلون المظاليم وتصبون أموالهم ويسجلونها في كل مكان وفي كل زمان إنك ميت وإنهم ميتون كلنا كلنا لذلك سيدنا عمر دراعون يجعل نفسه مسؤول عن بغلة تتعثر في العراق وهو يعيش في المدينة ليس كما نرى الآن ليس كما نرى الآن ليس كما نرى الآن من أرواح تزحق وتغتصب الأموال والنساء والأطفال ويقتلوا ويشردوا ويدفعوا للنزوح ويهانوا ويهانوا ويذلوا إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تغتصمون الكذبة من الأعلميين هم الشايخ المهترئين الذين يعرفون الحق ولا يقولنهم كل هؤلاء وغيرهم هيكون فيهم خصومة بينهم وبين ما ظلموا في الدنيا وجاءت ساكرت الموت بالحق لذلك كما كنتم خلاص ساكرت الموت لما تيجي انتهى الأمر فلذلك ونحن بنتذكر أخونا بشكيم وغيره وغيره من الضعفاء والمساكين يعني أنا دلوقتي قاعد في البيت وحاطت على وحمل سنترال يعني تدفئة وفي نفس الوقت حاطت على على نفسي ملاية من تحت وبيت مكيف وكل حاجة وأشعر بالتلج فما بالكم ما بالكم يا من تسمعوا ما يشعر به المشردين سواء كان من المسلمين وغير المسلمين في بريطانيا وغير بريطانيا التلج أو الأطفال السوريين والسوريات أو أطفال مخيمات في غزة وفي اليمن كل هؤلاء الناس أو أطفال معتقلات ورقال معتقلات من اليوغور في الصين والمروعين 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 الخائفين في الكونغو والهاربين الفرين المنتجرانيين والألثريين وكل هؤلاء أهل الروهينجا لن نتخلى عن الإعلان عن حاجة كل هؤلاء إلى الدعم الرباني وهو آت لهم ومن يدعمهم منكم بإذن الله سبحانه وتعالى سواء كان الدعم لمسلم أو لغير مسلم لا فارق كل يحتاج الترويع والتغويف كله حرام 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 سواء كان روعنا مسلما أو غير مسلم أشكركم جميعا لحسن استماعكم وأنا آسف أننا تكلمت اليوم عن الموت بس تكلمت عليه من وجهة نظر أخرى كرام أخونا بشكيم وكلنا يعني حتى النهاردة أنا بتكلم الصبحية عرفت أن فيه أخت من أخواتنا اسمها النزهة توفاها الله سبحانه وتعالى وهي صغيرة في السن أيضا بمرض السلطان يعني كل يوم كل يوم بنرى بنرى ولن نتعز لابد أن نستعد لمثل هذا اليوم والموقف العظيم وجزيكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته